المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية موضع نقاش بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حيث قدمت عروض ونقاشات من طرف أطول الوزارة متحدثين عن آليات تطوير هذا اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الحكومة من أجل تنوير الرأي العام حول مختلف القضايا والمستجدات التعليق الأسبوعي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا من حيث مشاركة الوزراء من قطاعات مختلفة فيه لبيان وشرح مختلف الحيثيات والمعطيات التي تتعلق بقرارات الحكومة الموريتانية الصادر عن كل جلسة وزارية وهو ما تسعى الحكومة من خلاله إلى تنوير الرأي العام وصناعة صورة ذهنية أفضل لدى المتلقي عن مساعها الخدمية وما تبدله من جهود في الإطار التنموي أغير أن ثمة ملاحظات على ما يبدو على تعاطي الصحفيين مع هذا الحدث الأسبوعي إذ لا يزال صيته وتأثيره لما يصل بعد لحجم ما يبدل فيه من جهود إذ يرجو القائمون على القرار الإعلامي على ما يبدو أن يشكل هذا الحدث فرصة أوسع للتعريف بالجهود التي تبدلها الحكومة من خلال الاستفادة من حضور الوزراء لطرح أسئلة أكثر تقنية في استخلاص المعلومات وصياغتها وعرضها للجمهور في قالب مفهوم وواضح كما أن هذا المؤتمر حسب القائمين عليه يمكن أن يشكل فرصة أوسع للصحفيين للولوج للمعلومات الحكومية من أعلى الهرم بدل اللجوء لاستنطاق المصادر الثانوية غير أن ضعف اهتمام المؤسسات الإعلامية بهذا الحدث يحول دون تحقيق هذا الهدف المنشود الصحفيون قدموا ملاحظات تتعلق بمكان الحدث الذي يفتقل للعديد من المقومات الفنية كضيق المكان وضعف الجوانب اللوجستية التي تمكن من نقل الحدث بشكل أفضل فضلا عن هيمنة حضور الصحافة غير المؤهلة لهذا الحدث ومقاطعة المؤسسات الجادة له باستهناء المؤسسات الحكومية